لا يعيش اليمنيون في بلادهم صراعا سياسيا وانقلابا وبداية انقسام جغرافيا وتضاربا لمصالح أمراء الحرب فحسب بل إن هناك انقساما في توقيت الأعياد والمناسبات وإدخال الشعائر الدينية في صلب هذا الصراع وزارة الأوقاف أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر بالنظر إلى تأكدها من رؤية هلال شهر شواري هذا العام وهو ما عارضه الحوثيون في مناطق سيطرتهم حيث أعلن دار الإفتاء الذي تديره ميليشيا الحوثي أن يوم الثلاثاء مكمل لأيام رمضان ودعت المواطنين في كافة المناطق الخاضعة لها للالتزام بذلك هذا الانقسام لم يتوقف فقط عند مسألة التوقيت فقد سارع الحوثيون إلى اعتقال من يحتفل بالمناسبة حيث قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات بحق المواطنين في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر وأوضحت المصادر أن مسلحي الحوثي نشر عربات عسكرية في عدد من مساجد صنعاء تحسبا لإقامة شعائر صلاة العيد واعتقلوا المواطنين الذين يرتدون الملابس الجديدة بالإضافة إلى إغلاق المطاعم التي فتحت أبوابها صباح اليوم مراقبون حذروا من هذا الصراع الذي بدأت ملامحه تنعكس في زعزعة النسيج الاجتماعي والانقسام الواضح وأكدوا ضرورة الاتفاق فيما يخص هذه القضايا وإبعاد مغامرات ونزعات السياسة عن الدين وأيضا إبعاد الدين عن السياسة والصراعات التي تعمقها ميليشيا الحوثي داخل المجتمع ألقت الحرب والصراع السياسي الذي أنتجه الانقلاب إذن بظلاله الثقيلة على الطبيعة الدينية والشعائرية للمجتمع وهو صراع استغل الدين وخطابه للتعبئة والتحريض الطائفي وعدم القبول بالآخر اشتركوا في القناة